ميزانية الفين وخمسة وعشرين صحيح نحن اليوم سنة الفين واربعة وعشرين ولكن بدايت تجهيزه كأنه بكري السنة لسنة الفين وخمسة وعشرين بهم نعرش نضوك التعليق بشيكم مباشرة مع عظيفنا بمختلف التفاصيل النيس ابن عبدالله الخبير المحاسم مرحبا بك مرحبا بك شكرا لك شكرا على استضافة وتحية لجميع المستمعين شكرا لك على الفضل وقبل الدعوة قبل ما ندخل في التفاصيل ومختلف الاعلانات اللي صارت حول مشروع ميزانية سنة الفين وخمسة وعشرين في اطار وثيقة او توري التوجهات المفصلة في وثيقة وجهتها رئيس الحكومة الى الوزراء وكتاب الدولة والولاد بشأن اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة الفين وخمسة وعشرين مبدأ اي ساعة توقيت معنتها استباقي شوية انصح التعبير التوقيت عادي معقول خاطر ديما في تقريبا اواخر شهر مارس بداية شهر افريل يتم اصدار منشور من رئاسة الحكومة الى جميع الوزارات باش يشروعوا في اعداد الميزانية راو عداد الميزانية يطلب برشا وقت معنا على خاطر ثم دي بريفيزيون يحضروا ثم كل وزارة شناليز انفستيس ممتاحة لبزوان دور كل تمام متاحة كل شيء دونك ثم تحبلوا برشا خدمة باش على الاقل في في ممكن نصلوا مواخر جوان جويل يعانا معناها اه ام برمي درافت دونك اه الوقت اه معقول وهذاك هو الوقت العادي واضح به دون كده يا كيما قلت انت نحكيوه على اه تجهيز لنسخة اولى انصح التعبير لكن نقعد ديما في اطار التوجهات اه العامة كيفاش تصير العملية ساعة بالضبط اه اه انيس لانو كيما كنا نحكيوه هي توجهات عامة يتم توجيها في اطار وثيقة اه ممكن نجموه وثيقة توجيهية مع انت في اطار التجهيز لميزانية الفين وخمسة وعشرين للحكومة اه الوزراء اه الوزراء اه الوزراء وكتاب الدولة والولاد شوالي بشي سير فعليا اليوم هو هو الاصل الميزانية منيش تمبثق تمبثق على التوجهات العامة للدولة وتوجهات العامة للدولة معناها تمبني عليها توجهات كل وزارات توجهات كل ادارة عمومية وثما توجه وثما المنويل الاقتصادية للدولة وهذاك بكله معناها مش يوصل اللي هي الميزانية معناها معناها الميزانية راه هي هي النهاية معناها ما هيش هي الميزة لكونسيكنس اما هذيك بش تخلينا ان الراقب الشي المصاريفي اللي مش نعملهم المداخيل متانة لرياليزاسيون متانة هذك هوا هذي حاجة الحاجة الثانية اللي مهمة ياسر احنا شون دويش نعمل في الميزانية ولويش معناها هذا الشي هذا الكل شو هدف متانة وتحسين ظروف عيش المواطن وتنمية البلد على خاطر في الاخر راه مرتبطين راه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مترابطين ترابط لشك فيه ولا اختلاف ما نجمش اليوم ما نقول وراني انا مش ناخو اه توجه اجتماعي لدولة وننسى التوجه الاقتصادي. ما نجمش نعمل الدور الاجتماعي متاقب اذا اذا كاني اقتصادي ضعيف. مهم و اذا كاني ما عملتش الدور الاجتماعي راهه دور راه مش يناعكس السلبين على الناحية السياسية. مهم. على خاطر مش ي vowel. السلم. الاشي اذا كان تحرك السلم الاجتماعي مش مش ممس بمعناها هذة. هذة اللي يكان نرجو حتى للتاريخ لكان نرجو حتى معناها نقراه معناها السوس العمران حتى كاننا اركتب بنخلدون. منرقاو الشيء هذا موجود معناها ما نختلفوش فيه حتى عبر السنوات وعبر قرون نرقل وروحنا في نفس التوجه هذا الترابط اللي بمعناها بين جميع السياسي الاجتماعي والاقتصادي سياسي الاجتماعي والاقتصادي مرتبطين ببعضهم ثلاثة نقاط شفنا العنوين الكبرى بالاساس الحديث كان حول المحافظة على توازنة المالية التخيط من عجز الميزانية والتقديس من اللجوء الى تداين ومزيد التعويل على العنوان هذي ذو اللي شفناه تقريبا ثانويا نشوف في نفس العنوان هذا العنوان الاساسي والرسمي للميزانية والهدف الاساسي مبني على ثلاثة نقاط هذو ما ايسوسيال مو كاسكو سافاشو جاي معتا وشنو اللي بشي تغير في الفين وخمسة وعشرين المرة هذي ما نعرفو شو بشي تغير عما هنا مش ننطلق من شنو مش ننطلق من الاهداف العامة اللي قاعد نشوف فيها من التحركات الحكومة من الاهداف الحكومة انه نشوف اللي تحركات الحكومة والاا معناها والقرارات الرئاسية والحكومية الكل ثم توجه نحو اه تحسين الظروف الاجتماعية اه تحسين ضرب معناها ثم ثم شعور بالوضعية الصعبة لعيشها المواطن التونسي بالوضعية الاجتماعية المواطن التونسي بتدهور الطبقة الوسطى هذا الكل نحسو ثم خدمات لي خدمات اساسية واللي هي معناها هذي كان نعتبرها اساس من اساس نمو البلاد ومن اساس الاستقرار الاجتماعي خاصة اذا كان نحكيه على معناها الحاجات المعاشية للمواطن معناها راهو اذا كشوف معناها بكلو كي تشوف معناها الاقتصاد الكل ما ما يزنش نشوفوه دي شفر يزن نشوفوه وناناليز معناها معناها نقولوا مثل لبزوان بتاع المواطن نرجعوا لبيراميد دماثلوه ونقولوا شنو ما لبزوان نبدو باللبزوان فيزيولوجي كمتاها يزمو ياكل يزمو يشرب بعض يزمو يقرأ بعض يزمو يداوي معناها هذا يزمو يتنقل هذاكم الكل موجود اذا كان ياكل ويشرب اليوم المواطن توسي ويداوي بشكل لا جيد معناها عايشك ما نحبش نوصل لا 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 مش نوصل الاهداف اهدو معناه هو هو معناها هيدا كم مش نوصل اثرت انت النقطة معناها اليوم ثم نقص المواد الاساسية ما نختلفوش فيه ثم ارتفاع في نسبة التضخم انا وحتى ذاك النسبة التضخم نشوفوها انخفضت حسب الارقام اللي اصدرها للمعهد الوطني للاحصاء ولكن نسبة التضخم الحقيقية ليحس المواد انك يخرج للمنصيب كنا نمشه للسوق ونقضيه ونعرف معناها انا نقول لا علاقة بنسبة التضخم الارقام الرسمية. معناها هذي كنتمثل سلة اما تكوين السلة واليومة كيف نشوف معناها حتى الاسعار المحددة نمشي ما نلقهاش. معناها اليوم والمواد اللي دعمة ما تميش. معناها وكيما قلت لك زداء معناها حتى المواد الاخرى راهو سما اشكال في التزود. ماشي حتى موجودة. وهذا يحلنا الاشكالات اخرى وهي معناها ضرورية اخرى للاصلاح الموجودة. دونك دونك احنا اليوم ما قلنا هذا النقص موجود. النقل مدهور وهذا ما ما التفقين فيه معناها وليه هو مشكلة. الخدمات اللوجستية متاع البلاد بالنسبة للصناعين وخلق الاستثمار مدهورة. اه الصحة مدهورة التعليم مدهور. هذو من الكرة له معناها هذو ما معناها وما يستحقش معناها معناها اي مواطن يحس به معناها ما وش اه معناها 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 ما مسميش اختلاف في النقاط هذو من اعتقد معناها. منطقين ما فهميش اختلاف. ابخي من عرش كيفش كيف سيترجم او سترجم الحلول لذلك معناك اه? اه معناها انا نقول خاطر على الاقل نسمع انه التوجهات ولا على الاقل الشي اللي قاعد نسمعه فيه انه سمى التوجه لتحسين هذو. كيفش مش نحصنوه هذو ما نعرفوش احنا. محنش احنا اخذ القرار احنا اصحاب القرار. احنا نجموك كخبراء كمجتمع مدني نجمو نعطيهم مقترحات. اما ما نجموش محنش احنا لي بش نقوموا بالقرار. تمثلا خليني مسرش نرجع للنقطة مهمة اه في اتار اللي تحكي فيها الكل اه انيس. فما ملاحظات في في الوثيقة التوجيهية هذي. مثلا من ضمنه هو التركيز على ما يحدث حول العالم. اه من معلتها التوجه بشكل من الاشكال نحو اه نمو تدريجي. فما تحسن بشوية بشوية دوليا. ولكن يقولك اللي فما تخوفات انه هذي مش بزرورة يترجم في الاطار المحلي الداخلي الوطني التونسي. كيف شفتو هذي يا انيس? اه هو الظروف الاقتصادية العالمية مه. معناها ثم نوع من الغموض. اه معناها ثم اه دي ديفي قول اي ديفي قول الختر ديها معك. عليش? على خالك انه اليوم اه معنى اليوم قوة الدبلوماسية متاعيش مش تختم. معناها انا نجم نستقطب اسواق اخرى. كما نجم انا نكون مهدد في اسواقي. ولا كما ولا نجم نكون معناها مهدد حتى اه هذي من ناحية الاقتصادية نكون مهدد زادا في في سعر العملة نكون مهدد في سعر المواد الاساسية كما النفط كما القمح كما معناها الكل نجم متأثر بها. هذي كما نجموش انه نختلفو فيه. معناها ثم المخاطر هذي اه معناها احنا اتضررين معناها من اه معناها كي نشوفو من الفين وعشرين لتوا اختيت تغيرات كبيرة زارت في تونس. اوكرانيا الكوفيد. معناها معناها الاقتصاديات اللي هي قوية نجمت مرت بصعوبة واتثرت اما قدرتها عالتها من خير احنا قدرتنا كانت اضعف اه اوكرانيا اثرت عليه نستعلينا اصواء اه على مستوى التزويد بالموايد الاساسية على التزويد بالمحروقات. معناها اذرة اه اه اثرت منها. اه اذىك الكل وهو. بعد تغيرات سياسية العرفة التونس هي دى بشكل كبير أصلي طمع. تغيرات سياسية معناها. اذيك التغيرات السياسية اثرت بها على مستوى النمو مش على مس على مستوى الدعم. اه. معنا مستوى النمو ومستوى الاستثمار. بضبط. ah معناه نحكي لك هنا على العوامل الخارجية. هذي العوامل الخارجية اللي بضل لنا بيع. من جهة اخرى نجم نقول لك قال لي انا اليوم المشاكل هذي لكل مشاكل يعيشها حتى في الاقتصاد الاوروبي. نجم انا اليوم تكون نكون في تونس نلقى نجم تونس نخلق منها نخلق العديد من الدول هذي. نرجع للتصدير راه ونرجع معناها لتصدير خدمات للتصدير بضاءة. آآ تم وقع اخر معناها ونجم نعطيك يعني مثل بسيط مشوط. معناها رغم انه تم تراجع في الفلاحة. اما في تصدير الزيت تم تقدم على خاطر السعر للتفاعل. انه عديد من الدول ما عنداش. صحيح حتى احنا الكميات متاعنا منخفضة. آآ تم ارتفاع في السعر. آآ آآ معناها اليوم نجم. يعني اما هذا توجه كامل للدولة. آآ يلزم ديبلوماسية اقتصادية تقدم مع الشي هذا. يلزم توفير البنية التحتية للشي هذا. آآ على خاطرك احنا اليوم يذكر آآ اليوم نتشكيو مثل من آآ من هجرة الادمغة. آآ راه هجرة الادمغة راه وميزم مش ناخدوها كان بمنطق آآ منطق سلبية. آآ على خاطر هجرة الادمغة آآ يلزمني هذيك الست مناس جدوها لترانسفورمي اول حاجة نجم نخلق لبلتفورم هوني افيك اليوم التالي ترافاعي افيك التكنولوجيات المعلومات شي هذا الكل نجم نحسن بها. آآ نجم انا اليوم نوجه التعليم امتي في القطاعات المطلوبة. آآ نجم حاجة اخرى هذيك الادمغة اللي عندي خرجت يلزمني انا نجم خليهم ديز امبسادور لوما يخلقوا لي دي مارشي. معناها آآ معناها بل اما هذا الكل آآ يفو سا فوى سادبته على السيتيواشون را. ما سميش آآ للأسف معناها ولا ولا هذيك هو الواقع زمان مجم نقولش للأسف ما يقول هذيك هو الواقع. العالم ولا اذا كان العالم يش التغيرات كبيرة ومبني على التغير. معناها نقوله لسول كونستانت دانسو مونت سي لشانجمه. دونك يلزم اليوم ثم سرعة في التغير والتأقل مع الوضعيات هذي. هل نحن متجهزون لهذه التغيرات اللي قاعدة تصير ام لي. الخطر ليه مواضح يدولي وصريح في ما اكدته من 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 كلمات رئيسة الحكومة. اقوله انه رغم التحسن النظر في الاقتصاد العالمي نسبيا معناته. آآ فما استعادة نسق النمو بشكل عام في الاقتصادية الكبرى حول العالم. دي ما فما طبابية كما كنت تحكي انتي من بكري. فما عدم وضوح فما عدم يقين دوليا لكن دا محليا بشكل كبير ويمكن نحن كما قلت انت من حجم الاقتصاد والوضع الداخلي حتى متاعنا الكله غير مستقر بشكل كبير. وبالتالي آآ مش بالضرورة عنا الامكانيات الكافية للتأقلم مع ما يحدث آآ دوليا. رغم انه ونعتيك الكلمة بشتعلق آآ نيز. انه ما يقال عن انه هدية الكولوجي في اطار مخطط. خطت تعرف اللي نحن طبعا نعيشه الفين وثلاثة عشر الفين وخمسة وعشرين المخطط التنمي والرابع عشر. آآ وزادة نحكيه على استراتيجية اكبر وعلى مدائته اللي هو الفين وتونس الفين وخمسة وثلاثين. آآ لكن دوميل فنسانك سي دمان اليوم نحكيه على التجهيز للمشروع القانون المالية. ونحن نحكيه على مشروع جسمه مخطط عشر الفين وخمسة عشرين ويمن مياه ذكر المخطط التنمي والنوين كنتتو عشرين ونحن نحكيه على مخاطط التنمو ينو أشخلق 2025 سي دمان. 2025 سي ديجا اوهو جوه دوري. بلد. ايو إتراني حانيا 2030 سي دمان. مالا. 2030 سي دمان. ل tabهو ما إذا که ممداو في دي PROJET. تاوه نحكيه على 2030 رب. معنها دل دمان دابر شعبي تخدم المدوال آخرى تخدم عد 2030 رب نحن تقديج والإيضي المعنى معنى هل عنا مخاطط واضح؟ هل عنا التوجه وين نحب ونوصله؟ ولا قاعدين نمشي وان فيلو جو رجوع؟ على خاطر اليوم اه بش نعطيك الاشكالات العديدة اللي موجودة ونجم نرجع اول حاجة بش نبنيه ايه ناخده بالوثائق الادارية اللي اه وخاصة اه تقرير قانون المالية اللي سنة الفين وعشرين. انتي بش تبدأ بقانون قار تقرير قانون المالية سنة الفين وعشرين نبديوه بعد الاخبار مباشرة خاطر توا نص ونهار ونص بالله بتقعدوا معنا رجعين بعد شوية. ايكو تولك نحكي ديما في ايكو تولك على ايكس بخصف في ايكو مارك حديثنا مع ظيفنا انيس بن عبدالله الخبير المحاسب عودة على ما صدر من قبل رئاسة الحكومة من توجهات او وثيقة وثيقة توجيهة انصح التعبير اه توجهها رئاسة الحكومة للوزراء كتاب الدولة والولاد فيما يخص اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة الفين وخمسة وعشرين لكن نحن نحكيه صحيحة لفين وخمسة وعشرين وتنرجع من بعد يمكن لبعض التفصيلات لانه مش تعمل نوع من المقارنة انتي اه انيس وترجع بنا لالفين وعبعة وشرين اه كيف نرجع للمشروع التقرير حول ميزانية الدولة لسنة الفين وعبعة وعشرين نشوف من النقاط اللي موجودين في التقرير هذا اللي هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة نسق النمو على خاطر سنة الفين وثلاثة وعشرين ما ما كانش ثمة نمو اه من جملة النقاط الموجودة استحثيث العمل على مواصلة اسطيح المنظومة الجبائية اه اللي هو هذا مشروع المنظومة الجبائية نحكيه عليه من الفين وثناش اللي هو اه صارت عمل اللي جان عمل صاروا ليزاسي صاروا ندرش ما ما يعني نقطة مهمة يسر ونعتقد هذي من من نقاط الوجوبية وجوبية لعادة اسباب علش؟ لخطر اول حاجة المنظومة الجبائية في تونس اصبحت معقدة اه نسبة الضغط الجبائية اصبحت مرتفعة جدا. اه ثم ثم بعض صاروا بعض الاصلاحات الجبائية خاصة قانون مراجعة قانون الاستثماء مراجعة الامتيازات الجبائية ولكن هذي نتائج متيحها ويني. اه. معناها وهذا الكل حكينا فيه قبل دي ما نحكي فيه واللي هي ثم العديد من النقاط هذي في الشي هذا. هذي نقطة. اه ثم تغير اليوم على المستوى الجبائية العالمية. وهذيك الكل احنا اليوم مواجبنا ان نخدم على مراجعة الجبائية متاعها. ثم حاجة اخرى مهمنا اللي احنا غياب ولا نقص مش مقولش غياب نقص كبير في الاتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي بين تونس والعديد من الدول وخاصة الدول الافريقية. وهذا الكل يحد من تنافسية المؤسسات الاقتصادية متاعنا. هذو من الكل اشكاليات معناها اذا كان اه معناها تم تناول النقطة هذي اه في 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 المشروع الميزانية. اعتقد انه يجب السراع على خاطر اليوم احنا له في شهر افريل. اه بيانتو الصيف نخدم على خمسة وعشرين. اه في نوصلنا في في الاصلاح المنظومة هذي. معناها عمل يلزم عمل كبير لجان كبار تخدم على الشيء هذا ويجب التسريع بالشيء هذا. اه ثم مزيد التحكم في نفقات الاجور والدعم. اه هوني ثم اشكال كبير على خاطر ثم اه ثم الاشكاليات الاجتماعية. ثم الظروف الاجتماعية. اه من ناحية اخرى اه ثم التضخم اللي هو معناه التضخم المحسوس دي ما ناكد على التضخم المحسوس اللي هو نعتبره مختلف بين الرقم التضخم اللي اه متعلق بالسلة اللي يخدم معناها المعهد الوطني للاحصاء. اه. معناه اه اذا كان التضخم المحسوس وعيشت المواطن هذي ومرتفع معناها كيفيش مش مش نجم انا اه ما نزدوش في في نفقات الاجور معناه ثم اشكال كبير يسر. اه ثم البنية التحتية والتدخلات الاجتماعية. اقبل ما تمشي البنية تحتية رغم اللي يتأكد رئاسة الحكومة لتكلفة الاجور او اه كتلة الاجور تراجعت من ستاش بالمية ثلوتاش اه بالمية وثلوتاش فصلتها بالمية سنة تلفين وتلسة وعشرين لها سنة اللي فاتت بقى اكزامل. لك فما تأكيد على فكرة انه اصلا مجهودات في اه هذا الايطار ولو انه تفسير الواضح هو عدم التوظيف ما نتعيز هو اللي اه هذا هو ان يسر. هو شوف اه هو الحل معناها احنا قلناه قبل. خطر احنا اليوم ما نجمش انا نحكي نقول رها بش نقص اجور لعبات. اه تقول لي النقص في النقص في معناها العدد الموظفين اكيد انه كبير يسر. اذا متوظفش. ما فهماش توظيف انت دابلو. اما هو اجيب اعادة توظيفة. لغو دي بولو مولي عنا احنا. وهذا باش مش 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 تجيبه جيبه بالتعصير. معنا كله مربوطة ببعضه كيف نقول لك بتعصير المنظومات. ببرقمنة المنظومات. بالتخفيض ميناء ما نسميه. معنا الاجراءات الادارية. هذي هذي حاجة هذي حاجة مهمة. الحاجة الثانية المهمة. والي هي مش تكون الاساس عندنا في الكل هي الترفيع من الناتج الداخلي الخام. خطر كترة رفعة في الناتج الداخلي الخام تحلل مشاكل الكل. معناها يتم معناها خلق الثروة معناها في الاخر تحلل مشاكل الكل. معناها اما هذي كتعصير الادارة اه موضوع اكيد منو حكينا منذ سنوات وحن نحكيو عليه. واليوم اه معناها وجوب معناها نشوفوا اليوم الدول برشة دول تقدمت علينا اه معناها وفاتتنا للأسف برشة على على مستوى رقمنة الادارة على مستوى الخدمات عن بعدها معناها معناها هيذا الحوصة في ليوم قادر تكوات تصوى التناسورة معناها معنا Weg أجل ما تقولي يجب نعمل اي ورقة حاول كالورقة هذيك معناها كتاثر على التكليفة التعاملات في غياب رقمنة خطر الرقمنة لليوم مانا هي احد شاش علي distributed ممم خاصرة مع الادارات العهمية لنازلنا ما وصلناك للشهادة كل. ومن اللي اللي حويش يقول لك التدخلات الاجتماعية لتطوير قطاعي التعليم والصحة. آآ وضمان تكافأ فرص الاستفادة منها بين الجميع فئات المجتمع. آآ وهذا مهم جدا اللي هو خطر هذا اللي هو هو اللي مش يعطينا المصحة الاجتماعية. هو اللي مش يعطينا تواصل الدولة مش يعطينا تواصل الاجيال. اما هذا الكل راه مشي نعكس آآ مشي نعكس في استثمارات. معنا يلزم يكون على خطر في الاخر لا وما نجموش نحلو المشيك اللي هذي من غير ما تكون فما استثمارات. هوني السؤال بنمشي ما قولها الاستثمارات. ولو انه كنشوف الوثيقة آآ التوجيهة اللي سنة عامس وعشرين آآ الحديث حول آآ هناك حديث حول امكانية تخلي عن مشاريع استثمارية مرسمة ديجا من قبل ولكن اللي انتفت الحاجة اليها. لتخفيف التعهدات التعهدات الدولة. آآ كيفاش شوف تشوف حاجة كيفاش تفسرها. آآ شوف افوف وارو نعرش خطر ما ما معتاش توضيح. آآ راو تجم اليوم اليوم نجمو حتى الدولة تكتشف انو ثم مشاريع كانت مش تعملها هي تقول انا ما نعمل هاش اليوم. علش خطر اليوم مش نمشي نجم نخفض من كل كلفة استثمار متاعي. مع الحفاظ على المشاريع على خطر مش نبدل يعادة على خطر هوني مش يحلنا المشكل الاساسي ومهم ياسر. حكينا فيه بارش مرات هوني. اللي هو قدرة الدولة على حكمة المؤسسات اللي تملكها. يعني يكونوا اليوم مؤسسة كل يوم علش في العالم في اللي تمشي في دول في العالم تلقى متار متار شريطه مش متار جزء من متار شريطه متاع قطاع خاص. يوم نجم معناه عندي شيء مؤسسة متاع قطاع خاص. هي لكن هذي اكد حاجة. في دول سكة متاع مترو تملكها شركة متاع قطاع خاص. هي ما يذي اكد حاجة مع انت يعاودي اكد هنا انو الدولة عندها مشكلة كبيرة متاع حكمة وتصرف. مع انت اليوم كنحكيو على مشاريع يعني تقول ممكن ان اكتشفت انه كاره رو كاره روكين المشروع هذية اه شراكة من القطاع الخاص والعام رغم اللي القانون عنده مئتين سنة من اللي تعمل ولكن اه اليوم مشوفنيش حاجة كبيرة في هذا الاتار اليوم تفيق للدولة التونسية مع انت انه فما جملة من المشاريع ما تصيرش وما تتقدمش ومبعد تكتشف لي لزن ما يقع الغاءها كغماء مع انت فما مشكلة كباء لا ولا 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 اذا كان والله مشاريع يقع الغاءها على خاطر ومزلنا ما استثمرناش فيها ابرك معنا انه معنا انا انا نجم نعطيك عديد المشاريع اللي احنا اتخلنا فيهم اليوم ولي احنا لا استفدت منهم المواطنة لا استفدت منهم الدولة استثمارات كبيرة نجم نعطيك مشروع 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 القرن ممكن مشروع تبارولة متاع السفاقس معناها ميات المليارات تصرفت فيه وما نعرفوش شنوه وشنوه ما قالو سيلفلو شركة المترو الخفيف متاع اسفاقس اه اه المنه مانعفوش. هادم 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 معناها عيدة من المشاريع راه وما راه ولمشاريع مش تكون متعدة وكبيرة يا اسم معناها في الشي هذا. اه اليوم راه الوضعية ممكن يقول وضعية مطاراتنا وضعية من معناها مقارنة من المطارات العالمية واحنا من الجيها الاخرى نحبو نطور نطوروا نطوروا السياحة متاعنا راه ومرتبتين ببعاظهم. اعم معناها 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 مع نسي انتمولية اليوم اذا كان حتى مش نطور الصناعة متاعنا اليوم معناها الترانسبور رات المنطقة على خاطر معناها تبدل. لونك اذا كان اليوم ما عندك الشي هذا حاجة اخرى البروت والاشكاليتين حكينا عليهم بارش والناس كل تشكت منها معناها الفعاليين الاقتصاديين معناها في البطع في الشي هدا. معناها اليوم الخدمات الادارية ومعناها هذا الكل تم اشكاليات فيه. معناها اليوم عنا مؤسسة اقتصادية تطلع من اقتصال جنوب التونس باش تاخوينا على خاطر معناها هذا بالنسبة ليلي هذا تكلفة في التعاملات الاقتصادية جملة مش حتى تمشي. ما تمشيش حتى اللي بحذك. هذو هما هذو هما اللي تخفض منه. وهذو متخفض من كلفة الاجور وهذو ما من ناحية اخرى انك معناها تقوي من تنفسيات المؤسسات متاعك. معناها اليوم والليت معناها التنفسيات تحسب معناها في صغار بالكل والليت. ربطا بحديثك حول الاستثمار لانه فما معطى مهم جدا ديه لانه اه يتم ذكره زادة اكثر من مرة في الوثيقة ديه. اه اضافة الى امكانية تتخلي عن بعض المشاريع كما كنا نحكي وانيس. فما اه نوعية اخرى من المشاريع جلبت انتباهي اللي هي اه العنوان بتاعها هي متواصلة. مع انتها مزالت في مزالت متواصلة للمشاريع ولكنها ما انتلقتش فعلي. مع انتها مشاريع هي ببشة تواصل لكن ما انتلقتش. مع انتها كي ما كنت تحكي مثلا على بعض الامثالي كنت عتيتها منذ قليل اه انيس. مع انتها كيفاش يتم التعامل مع حاجة كم حسب سلم الاولويات ما انت بضرشوه. هذا معناها الاجابة واضحة ثم 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 اشكال متاع حكم انا اليوم ما كي نبعث مشروع عندي نورمال مو مش نخلي متاعه وقتاش مش ينطلق والشي وقتاش مش يسير والدراسات وقتاش مش تكمل وقتاش بناخد قرارات. انا ما نجمش نقول بنشروع نحطه الدراسة سنة. يعمل عشرة سنوية تعم في الدراسات. معنا في الاجور وفي المكاتب وما نعملش حد شي. معناها اه معناها هذا اشكال كبير يا سرعة. معناها اليوم مش نستثمر انا في مشروع يزم يكون عندي التوجه كامل بالموديل ايكوناميكا متاعه كامل كيفاش مش نروجه. مش نعمل مش نصنع حاجة بعد نتور روجها بعد. هكا تصير الامور في تونس ما انا تعمل? ما لأ رجل ما في عديد المشاريع العمومية لا انا عطيتك انا عطيتك زوز امثلة اللي هما يعبروا على الشيء هذا الكل موجودين. واللي الدول واللي متكلفة او موجودين راه في عديد من الولايات معناها عطينا جتينهم على سبيل المثال لا غير راه. مهم. ونشوفه في نفس التقرير نرجع له. يحكي على يعتبر الاصلاح الجبائي من اهم مراكاة استنفيذ هذه الاصلاحات لماله له دور اساسي في تمويل الميزانية. نفكروا تقرير الفين واربعة وشرين تذكي عليها. ويعب باعتباره آلية من آليات تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم من دفع نسق الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيظها والمحافظة على آآ المقدرة الاشتراعية المواثنة. هدا الكل فينو? معناها هدا الكل اليوم اه آآ ان دوال الاكسوني اللو بلو غابيد من بوسيبل. مهم. اليومك حكيت انا على المقدرة الشرائية آآ ونرجع له. المقدرة الشرائية انا آآ عندي قناعة آآ وثم الدراسات عادي من الدراسات صار ترى ما وليتهم حتى معا تم تمويلهم حتى من بنك الدولي واحد. بالنسبة مثل لاسواق الجملة. مهم. ثم ان بروبليم ثم سيكليل يا ثم ان بروبليم دي سيركويدو ديستروبيششون معناه. مهم. معناه كيف نشوف الاسعار. وهذا الكل رهو مش مش نربطه انا بال 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 اه شوف شوف قديس معنا الشي ما ترابط. مش نربطه بالتعصير اه بالاصلاح الجي باي. مهم. انا اللو كان جامبليمونت لا فكتوراشون الالكترونيك. مهم. الي هي طوالعالم الكل مشي له واذا كان ثم طريقة اليوم ما باش نقاوم التهرر بالجي باي وبيش جو كنترول لسيركويدو ديستروبيششون. راوسي لفكتوراشون اليكترونيك. شو اليمنع اليوم؟ كيس انقصصت تعديت في في قانون مالي. وتعديت وتعديت ونقول تقبله ما زلت نقوله راو تعديت لقطاعات محددة ويزم توسيح هذا القائمة. وما تطبقتش في الع القطاعات المحددة. ليما سي. عبر لامباكت في سكالو لامباكت عروسات متاع لفكتوراشون اليكترونيك. اليوم ما انا مسال السلعة تدخل في المرشيدو جروه. نعرف السلعة كدخلت المرشيدو جروه قدش تخل المرشيدو جروه. اي واحد تاجر اخر نعرف السلعة هذيك قدش بيع منها. ومن يجد السلعة وبقدش راح ونعرف ليمارج متاع الكل. معناها اليوم مش تعطيني اه معناها اه عند الدولة. شوف كيمة المعلومات اللي مش تعطيها للدولة. معناها نجب نعرف التجاوزات متاع الكل. في حال ما تم تصريح يا رزيزة في حال ما تم متصريح حطر هنو اللي تحكي عليهم روجوزة كبيرة مش موجودة معناها غير ما هو. اما اذا كاني انا اذا كاني انا مش نعمل السيستام مترابط بين الفكتوري الالكتروني بين الرقابة الميدانية معناها كي نمشي نقضي معنا في بقعة معناها ثم ثم رقابة ثم مش كومة عاديش حركي والسيستام مترابط الكل نجب هنا نلغى دي 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 الاناليز دي زيكار بين ليفانت بين لزاشا بين لزاشا بين لزاشا معنا حتى كنت جي يستلعب السكتورة انفورميل مش هنفيق بها. معناها هذيك الكل معناها التأثير متاحها ليس جيبائي فقط ولكن معناها نجب نقوم به حتى انواع اخرى من التلاعب بالاسعار والتلاعب بالمقدرة الشرائية دي المواطنة. وهذا را هو مشروع باش نقول نأكد حاجة معناها را هو مش مشروع يحضر في عام را هو. معناها خاطر ثم تجارب مقارنة ثم دول عملتها قبل. ونعرف وقتاش عطات اكلها. معناها زادها باش ما باش ما انتفيش اوش بعد. وزي من لو نعطيه للمشروع الامكانيات المدية والبشرية والوقت الكافي باش ينجح المشروع. ولكن هذي المشاريع نعتبرها انها استثمارات على خاطرها مش مش تتمكن من مقامة التهرب الجبائي. من آآ تأمين تزويد السوق. من محافظة على المقدرة الشرائية المواطن. ومن ادماج القطاع الموازي ودعم الامتثال الضريبي واللي هي كلها مرتبطة. معناها مش 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 تنعكس ايجابيا على المواطن على المواطن تونسي بجميع الشرائحية. ما الذي يمنع انه يسير هذي قائتم تطبيقه? حد شي ما يمنع. ورغم اللي فم قوانين صدره تقبله. ورغم اللي يشوف نقب عم تنواق سيوبلون تكتب بشي هذي. لكن ما 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 فماش مع تفلخر بكل شو. وشنوه? حد شي ما يمنع اذا كان اذا كان اذا كان اذا كان تحضر الارادة والشي هذا حد شي ما يمنع على خاطر الكافيات متعنا موجودة بش تعمل الشي هذا. اه نجمو معناها معناها وشي ونجمو نعملوه اما اما يلزم الحاجة مهمة مثلا نعطيه كان اذا معناها يلزم مقدرة الدولة معناها يلزم الدولة الارادة السياسية بش تطبق شي هذا على خاطر وبعد اه عود قالوا معناها معناها صلحوا وعلى اساس حقها معناها منذ الفين وتسعتاش ولا معناها. وفهمش قابلية للتطبيق وفهمش امكانية للرقابة في المقابل الآن. لا لا قابلية التطبيق معناها اذا كان معناها التطبيق ممكن. وهذاك الكل يلزم الشي هذا. ودايور معناها قانون في في نفس التقرير متاع مشروع قانون المالي لسنة الفين واربعتاش. يحكي اه اه وضع الاليات التي تخول المتابعة الالية والحينية للمطالبين بالضريبة. ومحاتين المنتفعين بالامتيازات الجبائية ما نقول. حقها للنس كل. وتفعيل جهاز تجهيز اه تسجيل العمليات متعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. وهنا نقول اه معناها ما تطبق لجميع الخدمات التجارية مشكن على اه استهلك عين المكان. على خاطر اليوم اه قد ما تكون عندي اون داتا امبورتان. قد تكون عندي لكا باش تتعاوني في معناها في الرقابة وفي حسن الحوكمة. هذيك حاجة مهمة ياسم. انتي فهم حاجة بش نربطها بالنقطة هذي ممكن يظهروا بعد شوية لبعضهم لكن فهم علاقة مباشرة. نحوك اللي نحكيه على نفقات الدعم اه انيس. فهم امكانيا لو كان صار هذيه النجم تقع المتابعة بشكل واضح. والرقابة تكون اسهل برشة. اه 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 ورغم اللي اليوم تتحدث رئاسة الحكومة عن مزيد تطوير الهيات المراقبة فيما يخص النفقات اه الدعم اه اه في اطار مشروع ميزانية الدولة سنة الفين وخمسة وعشر. اه اه لكن اللي تقول في هذا من المفروض يعرفوه ومن المفروض تم التنصيص عليه كما ذكرنا قبيل. اليوم مرة اخرى يحكيوا على الهيات رقابة جديدة سنة الفين وخمسة وعشر في نفس السياق ويحكيوا على السبعة فاصل سنين بالمئة من نتج المحل الاجمالي لسنة فين وخمسة وعشرين لمستوى او حجم الدعم اه 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 شنوء معنات هاليوم كي نحكيوا على نفس الموضوع لكن بسياغة مختلفة فقط ما ده هل ممكن مش يتحل الاشكال سنة فين وخمسة وعشرين? اه معناها زمن نتعدى من مرحلة الفكرة لمرحلة التطبيق والارادة نحن نحو التطبيق وحاجة اخرى مهمة ياسر على خاطر اه اذا اشكال عشناه في تونس في السنوات الاخيرة للكل ليحنا اه معناه نأكد على ضرورة تواصل الدولة. علش? على خاطر في غياب الاستقرار السياسي معناها ولينا كل مشروع يتربط كامب وزيري تبدل لوزيري يوقف المشروع هذك. وهذك اشكال كبير ياسر. معناها هذك عليش ديوما كانت من يقول لك انا من تفسيرات ميتاي للوزير اللي عملها اللي رحم ومشاوز وجاوز الاخرين. معناها دولة راه متواصلة معناها تمشي الاشخاص اما الدولة تواصل. هذك هذك اللي يزمن اكدوا عليه. معناها ويزك انف. لكن دولة غير قوية اليوم دولة اللي تصدر قانون مالية فيه منصوص فيه على استعمال ال اه الاكاس وفي الاخر ما يسيرش معناها الدولة غير قوية حاره ديما سيد يو بالساني المنظومات كلت مالا تتغيير سيد يو بالساني ما نمشون تغيير في الدولة على الاقل اليوم هم بدلوا اليوم التوجه مبدلوا العقول هدوما باش نمشوف في التوجه معنا في الالتزام الدولة نعملو كم اشارة بالنسبة للدولة التزام الدولة انو المشاريع اللي تبدأ وإذا كان مشروع ما كملش نجم رعا هذا سعيد ده انو انكمنصوا بروجيه وبعد معناه الواحد حتى يجب يعمل مشروع ويقول لها المشروع هدا ظهروا حويج اخرى ويقول لها المشروع هدا مش ماشي. اما يلزم بره علش مجينيش فيه. معناه يلزم متابعة للمشاريع الكل اللي تبديها على خاطر هذك. اذا كان من كملش المشاريع ومن تباحاش. وقتها مش نقول له في تبديد الاموال. هذك هوا الاشكال معناه. وهذا الكل مربوط بحاجة مهمة كلمة هي الحاكمة وضرورة كيف نقول لك الحاكمة. اذا كان قد ما الرقمنه وقد ما نضعه منظومات ليها مضربته قد ما يعطينيه انفيزيبيليتة. اليوم اكي نحكي على الفاكتوراتشون الالكترونيك. راني نحكي على ما بقاش انتي تستنى حتى تمشي الدولة تراقب. ولا حتى الدولة جيها معلومة باش تمشي تراقب. الدولة قادة في بروه لزا الالغوريتم يخدموا ولزا كويرانس الكل يخرجوا. معناه معناه ستوين غيفوليوشون دولا ممكن هذي راح تقلق شوية ان يقول لك ممكن مش ثم عندي آآ معناه آآ معناه امكانيات بشرية مقد حاشتي بهم راح. بالضبط. ولا مش يقول لك. او على الاقل امكانيات البشرية بش تخمم هكة معناه المواطفين. ولا ثم اشكوني تقلق قل لك معناها مش قولي اذا كان. نفقد السلطة عن الموضوع مثلا. اي. اما راح هو هذك الكل مش يخلي الامور منظمة ياسم. معناه اذك اذك هو الحال. ولذا وتشوف معناه نرجع لك نرجع نوصل في نفس التقرير اللي هو معناه من الاوليات من اهداف رؤية الاستراتيجية معناه راه هو. اللي هو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. تحسين مناخ الاعمال واعادة ثقة مع شركاء تونس بما يوفره ارضية ملائمة لاستقطاب مستثمين الاجانب. وتحسرية نسق آآ نسق تنفيذ الاصلحات الاقتصادية الملائمة بهدف ضمان آآ نسق نمو ايجابي. وارساء الاصلحات الجبائية لاثفاء مزيد من النجاح الاقتصادية على المنظومة الجبائية الوطنية وتكريس مبادئ العدالة الجبائية وتحسين حوكمات ادارة القطاع العام. هذا الكل نحكيه فيه. وهذا الكل موجود في التقرير. بتراجع بتراجع مداخيل الجبائية بسفر فاصل اربعة بالمئة نسبة نمو سنة تلفين وتلاتة عشرين. بشنو بالضبط معناه? العنوين رننا هذة الكل هذة الكل اللي نحكيه فيه. اما ماذا ماذا الغاب هو. العنشة الاساسية تتحكي عليه. هي. اذا كنت عنك الي هو كا لقصد. ودنك شنوة الحال اللي شي لزم تهو. اول حاجة كنقول لك ميزة نيو دي مانتاليتي. را هو يلزم اليوم العمل على تحسين العقول على التوعية الاجتماعية التوعية. وكنقول لك التوعية سواء بالنسبة للشام بالنسبة للمواطفين بالنسبة للإدارات بالنسبة القطاع العام. معناها يلزم 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 يجب ان ترغي سور المانتسات. ان انجاجمن كامل لمصلحة تونس لمصلحة تذكا العالم ها? ونعرف اللي بكلنا معناها ستاريز امبرتون. نحكيو على التكنولوجيا والرقمنة ضرورة. آآ رقمنة الخدمات العمومية. معناها آآ معناها وضح حد لكل العراقيل على الاستثمار. تحسين الخدمات الاجتماعية وخاصة بالنسبة للي التعليم الصحة النقل هذو ما خدمات مهمة ياسع. واللي هي معناها هذك آآ تأثيرها مباشر على المصعد الاجتماعي. وعلى مواصلة الدولة. التشجيع على المبادرة. اليوما تم مبادرات نشوفها على المحلية متاع معناها المجتمع مدني. كيفسي معناها يأثر في الشباب. يأثر في في اطفال معناها آآ معناها معناها حتى اللي رجيم دانسان يموني قاعدين عنا. رعوا نخدم دي رجيم اركيك. المعلومات اللي نعطيهم رهوا اليوما دارس. تبدلوا. اليوما فيكتة فيكتة. قبل كي احنا نقرأ عطيبنا يظهرون حاجة كبيرة. على خاطر كما توا. اليوما يزم نعرفوا اللي هما اللي يجونا متاع توا. وخير مننا احنا الكبار معناها توا. معناها يلزم حتى حتى المنظومة هذي يلزم نطورها في التوجه هدا. يلزم نطورها في التوجه هدا. كله. اليوم رو فما انت تحكي على حاجة يصر محليها. اما رو في واقع الامر. في بعض الاحيان كمش في عديد الاحيان راه الدولة هي لتعطى المبادرات هذي. مع انت لزمنا فما طبعا. انا 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 هذا الشي يقول لك عليه في الدولة. نشوف اليوم الشباب تحكي على مشاريع بالليدرون والدولة تعطى الليدرون. والعالم معناها والشي اللي قاعد يخدم فيه التوانسة. معناها نشوفه شباب توانسة قاعد يمشي على خاطر حتى الامكانيات انه ما يجمش يعمل المشاريع هذي. معناها هذا من دورة دولة انا قاعد مقول physiology. وراها ما تكون الدولة ويكاليش دور الدولة ما يعاوضوا حتى حتى دي ما مقول هالكلمة هذي. معناها الدولة يلزمها تكون هي يلزمها تكون المبادرة تكون من عند الدولة. معناها اليوم ما رو كيف نقول نقول الله نجمش نستغنيو عليها رو الرغم معناها تتجم تكون غني برجها في دورها فقيرة تلقي روحك ما تجمش تتمطع حتى بالثروات المتاعك في دولة اللي تعطيك الامكانيات الكل تعطيك اللوجيستيك الكل تعطيك تعطيك تعيش بامكانيات خير وتتمطع بها اكثر معنى هذك علاش راويز من معنىها ثمة عقلية كاملة قلتها اول كلمة معنى يزمنا معنىها نكون حتى ثمة نوع من الانانية اللي ما تتنحى لفائت المجموعة ولكن هذا مرتبط ديما علاش نركز عن نقطة دي على خطر ديما الكلمك يتقال على الاخر معنى الحكومة او الدولة الجهة الرسمية معنى الدولة يعني حاجة هولامية اه اه يتقال على الشعب على المواطن تحمل المسئولية على المؤسسات الخاصة على الناس بشكل عام لكن المسئولية الاولى ترجع للقائد اللي هي رئاسة الحكومة اللي هي الوزارات الدولة مؤسسة هذا الشيء معناتها حتى تلعي روحك معنات اليوم يسمع فينا شكون يقولك حتى الساعة يتحل المشكلة عنده ومعناها اليوم اليوم يزم تكون ثم قدوة معناها يلزم يلزم السيدة معناها يلزم الدولة هي تعطي القدوة وهي تعمل على توعية الشعب معناها معناها هيك عليش يكون ثم دورة تعليمية الدورة الثقافية يراه مهم مهم جدا معناها ثم دول هي معناها تتطورت وليه خدمة على عقلية شعوب متاحة معناها كنشوفه دول كمي الصين كيفاش كان خدمة على عقلية على التزام الشعوب وإذا كان أي مواطن يحس أنه شي يعمل فيه مش ينعكس إيجابيا عليه هو فما اليوم من اختي قد تشوفيه إنتي يا نيس؟ هذي نقعد نعتيك له في الضروريات اللازمة لازمة تكون نحن من ضروريات الواقع اللي نعيش فيه اليوم ما اليوم للأسف معنا نعيش فيه فيه ظروف ظبابية جدا معناها 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 مشروع قانون مالية تحكي انتي على تقرير الفين وربع عشرين حكينا حتى رجعنا على قوانين سابقة لموقعش تنفيذها آآ موقعش تتبنيها على الأوراق ولكن فعليا آآ أو من خلال النصوص لكن فعليا ما تتبقتش رؤية الدولة اجمالا محاولة التغيير في حين انه النتيجة للأسف ما فاماش كفيش تشوف هذي كله اليوم بالوضع الراهن اللي نحن فيه مش نخدمه اليوم يتكون عنا وعي ويزم تكون عنا وعي بأنه جميع الجوان معناها مرتبتة ويزم نمشيه بسرعة وبيد واحدة آآ معناها كيف نقول لك يد واحدة معناها راه ومش معناها آآ ما سميش عقوبة تشريك آآ لا سمى التشريك وما سميش رايزة نقول له راه وما سميش عقوبتي اذا كنت سمى تجاوزات آآ معناها فرض القانون هذيك ضروري واحترام القانون ضروري ولكن تشريع جميع الأطراف وتوعية بأنه الهدف آآ الهدف واحد معناها ثم معناه يلزم التفاف حول الهدف حول المصلحة الوطنية ومعناها بتكون العملية بكل شفافية ومحاسب جميع الأطراف معناها بطريقة وضع مشارت كاملة آآ آآ معناها ويلزم آآ ويلزم آآ ويلزم آآ السرعة في الانجاز على خاطر راهو آآ هالمشاريع هذي الكل كما كنا نحكيو فيهم حويش تبدأ حويش ما تكملش معناها ناخدو قرارات ولا ولا معناها اهل باو بلان ايكوناميك ولا حاجة وبعد إذا كامل ننفذ واش ولا ولا ننخليها قلتان راهو معناها انه بلو دكتواليتي سي سالة سالة مبورطان معناه يلزم كل شي يكون اذي اه اه لديد لاين متاعه كل حاجة وقلاش يجبها تصير وقتش يجبها تكمل تكون متابعة آآ تكون اللي جان قيادة معناها آآ على اعلى مستوى وتكون والمشاريع هذي يلزمها تكون معناها متابعة على اعلى مستوى على خاطر واذا كان رهو بالالتزام هذا انا خاطر نعرف تونس اذا كان واذا كان يحس بيروحه في امان رهو المشاريع تجد متقدم رهو على خاطر حتى معناها اه والعديد من الدول رهت عديد حتى بظروف اصعب منه وتعداد اكثر من هك وحتى تونس خرجت من استعمار ونجمة ابنت كيف عطاهم معناها المناخ ديك وكيف كانت ثم الرؤية هذيك. انا من حبش ان احبتك كما كيتعرف مسلا انه قبل لكن تحكي عالتواصل كيتعرف البارح نحكيه حول اه التنقيحات في مشروع في قانون الاستثمار السنة في نستاش يقع تنقيح فيه فما مبادرة شريعية كيتعرف اللي المشارع ما عندوش حتى فكرة على اللي كانت تقدمت في اه حكومة سيدة نجلة بودن ان سيديك فما مشكلة كالكبار ماذا كان النسخ ما يقع توصل لبعضها ما تعرش انتيش نوري تعمال سابقا ثانا نقطة تم التقدم ولا لا نجم تكون مفيدا ولا لا معناتها دكور. لا هذا الاشكال معناها اللي قتلك التواصل انه قتلك عننا اللي جاي نخدمنا فيها واجتمعنا وعملنا كل شيء وما والي هي المشاريع قادت معناها ما اللي هو المشروع المشروع النسخة نهائية مشروع مجالة الصرف معناها مثلا. يتم الحديث عليه ونحكيه وموحاجه لميامات. بالضبط مثلا معناها ذكا علايش قتلك معناها يلزم الالتفاف معناها على خاطر راهو اذا كان ثم الالتفاف ما يجبش تكون القرارات مسلطة مسقطة يزمها تكون تشاركية. شكرا لك اني اسمان عبدالله مرشي بكل خبير المحاسب. ان شاء الله تونس خير. ان شاء الله تونس خير. هيدا اش نتمنى ونسلكم. شاء الله. نخصي. او كم نساش بوزيتيف في الاخر بكل اني سقطوا مع وليد برحموا فلاش بوخصون بعد راجعين.